كاميرا شوفي ما فيت واجزت بكاوليس في المعنب واحتفلنا مع الأبطال بانطلاق التصوير بمصر منهم الفناني آيتين عامر والنور قدري ومحمود الليثي وتوني ماهر وغيرهم وأكيد على هامش الاحتفال التأينا بأبطال الفيلم وتعرفنا على تفاصيله نتابع سوا موسيقى لماذا موارنا على ما تعملت فيك؟ حبيبي أهلا بك وأهلا بشاشة عمان تيفي مبارك لك على عنب بقى ليه عنب؟ ليه عنب خش شوف الفيلم انت اخترت السيناريو ليه يعني أكيد برضو مش بتختار أي حاجة ليه عنب آه ليه اخترت السيناريو مش ليه عنب يعني عشان هقولك عنب فيلم لايت كوميدي لذيذ بطولة جماعية لطيفة رحلة طويلة بيتحط فيها أربع بني قدمين وإحنا ماشيين معهم طول الوقت عمالين بنكتشف حاجات فالسيناريو مكتوب حلو قوي الكست رهيب أستاذ أحمد نور له معزة خاصة عندي يعني ده من قارب الناس لقلبي يعني فوينوت التركيبة بتاعة الأبطال كانت لذيذة قوي أصلاً كلهم صحابي بحبهم جداً مؤمنة جداً بموهابتهم وإن شاء الله إن شاء الله يعني هما نجوم طبعاً دلوتي بس أنا متأكدة أن هما هيبقوا نجوم أكبر من كده كمان بكتير فكرة الفيلم لذيذة تربية كده بيتحط فيها مجموعة من الشباب أنا طالعة بدور جودي مخطوبة الحيزم اللي اتنين من طبقة أي كلاس قوي وأغنية وعندهم فلوس كتير ومعايشين مرفاهين جداً لحد ما بيتحطوا في ترب هما اللي اتنين ومعاهم ناس تانية ما عرفوهمش وفاجأة بيبووا كلهم بيجروا علشان يعني يوصلوا للحل بتاع المشكلة اللي هما وعوا فيها الفيلم مكتوب حلو قوي أمين جمال بصراحة وأحمد سالم ويوسف سالم كتبين سكريبت برضو حلو قوي وطبعاً أحمد نور صديق قديم مخرج وأسا سراشة طبعاً منتجة أكيد مبسوة جداً أنا شعلت معهم في الفيلم وإن شاء الله يا رب بنقدم لكوا فيلم حلو يا رب بعمل دور اسمه هيسم ده صاحب الأبطال وهو واحد من الأبطال يعني وهو الباد بوي اللي في المجموعة وبيوقعهم بقى بيدخلهم في ترباته بتاع طول الوقت يعني يعني الفيلم كده أول لما نسمع أبطاله ما كزا حد من اسم نقل بالعربي فالفكرة راح أكتر للكوميديا ولا في حاجة دانية؟ لا هو فيلم فيه دراما وفيه كوميديا وفيه كل حاجة طبعاً بيميل أكتر للكوميديا يعني وبس يعني إحنا كمان قبل اسم نقل إحنا صحاب من كنا بندرس في مركز الإبداع الفني في دار الأوبرا إحنا الأربعة تحديداً أنا وليسي وإسلام ونور فالكيميا بقى بقى لها مدة طويلة حلوة يعني بقى عمل حزيم المنشاوي ده المفروض شخص يعني غني جداً وده اللوع قوي ونرجيسي جداً بيشرب العنب حياته بتتغير تماماً بقى سر في العنب أوه مش عايزين نحرق بقى شفت النجاح اللي عملوا على الزيرو مش بس في مصر كمان في التوزيع الخارجي إزاي؟ بص هو الفيلم الحمد لله مكتمل العناصر يعني انتاج شركة كبيرة زي شركة العدل وتأليف دكتور متحة العدل وإخراجه زي زمان دول عدل وفيه نجوم كبار أبطال الفيلم محمد رمضان ونالي كريم وجمانا مراد فإنت داخل على فيلم أصلاً العناصر بتاعته قوية فالحمد لله النجاح كان يعني بديه عناب هو فيلم كوميدي وليه حبيت أبتدي بفيلم كوميدي يعني عشان الناس شوية محتاقة كوميدي الوقتين مع كل الحاجات والكوارس الطبيعية اللي بتحصل طبعاً أخوانا في المغرب أو ليبيا طبعاً أكيد كلنا زعلانين على اللي بيحصل فمش معناته أن كل الأعمال تكون درامية أو أكشن فيها عمف وكده فأنا حبيت أبتدي بعمل كوميدي خفيف لطيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر